ما هو افضل تليفون ب7000 جنيه اخر سؤال معنا في الفيديو هل اقدر اشتري ايفون 11 في 2023 لان انا مختار بينه وبين السامسون 54 ديج مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة هجاوبهم معك ان شاء الله خلال الفيديو ده قبل ما قولك اي حاجة اكيد لتساشل لايك سبسكرايب اتفعل الجراشين وصلاك منا دايما من الجديد ولو عندك اي سؤال تحت الفيديو على طول في الكومنت واسيب سؤالك الى اني دايما باخد الاسئلة للشلال فيديوهات الاسئلة وخلناك العادة نلخوش في تفاصيل الفيديو ونبدأ مع اول سؤال اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قنط انك ريفيوز واول سؤال معنا بيقول رينو سيكس ب7000 استعمال شعرين تنصحني بيه ولا لا طب رينو سيكس ايه لو فور جي لا لو فايف جي ماشي سيز محمد بنحس البروستسر 34 او 54 الافضلط البروستسر الموجود في ال اي اربع وخمسين الاجزينوس 1380 هو اقوى على الورق من الديمانيستي الف وتمانين ولكن دايمانيستي الف وتمانين مدعوم اكتر منه في تجربة الالعاب فبيجيب اعدادات اعلى منه فلو بنتكلم على ورق ال اي اي اربع وخمسين المعالج اللي فيه فعلا قوي بس المطورين لسه مدعموهوش او مدعمولوش الالعاب بلشكل كاف هو سامسونج ببطاريته بتبوز بسرعة ولا لا رد سريع لا طبعا مفيش الكلام ده كان زمان دلوقتي سامسونج وضعه مختلف تماما من الافضل في الكاميرات 24 او اي اتنين وثلاثين تجربة الكاميرات تعتبر متقربة بين الاتنين ولكن ال اي اي اربع وثل افضل بفرق مصيد جدا فلو ما حكي ال اي اتنين وثلاثين منصحكش بصراحة انك تحدث روح لسه تشتري جديد فخليت في الاربع وعشرين عايز اعرف اني جهاز الافضل من ناحية الكاميرات والكماليات سامسونج ام اتنين وخمسين ولا شاومي 11 لايت او اين اي فايف جي رد علي بعد اذنك اللي بيمنعنا عن شاومي الصفت وير يعني هو كالكماليات وكل حاجة متكامل وممتاز بالسنة اراهي للام اتنين وخمسين عشان صفت وير شاومي محس ان انت دفع فلوس اكتر من شكل الصفت وير او اكتر من الاعتمدية على الصفت وير نفسه اجيب ايفون 11 برو ماكس في حدود 1600 ريال حلو ولا لا بطارية امس وسبعين لا انا شايف ان السعر مبالك في ممكن ينزل ش وهو الريلم ات اي سعره كان في مصر النسخة 628 وعشرين واحلو في الالعاب ولا ايه وهينزله اندروود سرتين وهو صفقة اريد اقتراحك لانه مهمي بالنسبة ليه بصوها مش موجود حلال وحتى تينزله اندروود سرتين ما اعتقدش ممكن وممكن هل هو قوي في الالعاب وهو فعلا قوي في الالعاب بس لو في فات ستة مسلا يعني هيكون حلو لكن لو في فات سبعة ما تروح تجيب الى اربعة وعشرين او تجيب الريلم تين هيكون كويس اشتري سامسونج ايه 24 ولا استنى انفينكس نوت سرت برو وتتوقع تسعيره ايه بقى ايه ويستحمل كامسا انا رأيه بصراحة اميل اكتر للسامسونج عشان انا بقدر سفتوير سامسونج وبفضل التعامل والسلاسة الموجودة في سفتوير سامسونج ودعم باستمرار بس انفينكس موبايل فعلا قوي موبايل يستحق انك تستنى ولو انت بتضع على قيمة الاعلى مقابل سعر فاكيد انفينكس هتقدم لك اللوطة دي بس لو في تجربة كاميرات في دماغك بلاص انفينكس خلص ما هو افضل تليفون بسبعة تلا جنيه سامسونج اربعة عشرين او ريلمي سي خمسة وخمسين او ريلميتين لو طلع موجود هاتو قبل الريلمي سي خمسة وخمسين سامسونج اربعة عشرين او ريلمي سي خمسة وخمسين وازاي يجيب الشاحن رد والنبي انا برأيي ايه اربعة عشرين هيكون صفقة افضل مقابل الساعة هتجيبها منين بقى تجيب الشاحن منين راح شركة سامسونج او روح اشتري من توكيل لنكون معتمد او حد يكون معتمد او هات من على نون او من على امازون برضو حاجات ت تكون معتمدة زي مثلا شوحن من انكر مركز تكون معروفة. اي رايب في رينمي لين برو بلاس موبايل ممتاز ولكن حاليا موجود رينمي تين برو بلاس. وسعره قريب منه. فرائي خليك في التين برو بلاس. اي رايب في بوكو اف فايف ولا رينمي تين برو بلاس ولا رينمي ليفت برو? ما بين دول لو انت بتدور على اعتمادية اكتر موبايل يعيش اكتر ما فيش تهنيج ما فيش اي حاجة يخليك في رينمي. لو بتدور على اقوى اداء لأ هكوني البوكو اف فايف هو اقوى اداء للشخص جي مينج. هل سامسونج ايه تلاتة وسبعين احسن من ام اتنين وخمسين طبعا ايه تلاتة وسبعين تي سماعات ستيريو شاشة اكبر في دعم وقومة غباره ومية فبالنسبة لك هيكون احسن اكيد وخصوصا في تجربة الكاميرات كمان. اني افضل ام اتن وخمسين ايه تلاتة وثلاثين اربعة وثلاثين ام اتنين وخمسين اخرهم ايه تلاتة وثلاثين من وجود نظري. ايه رأيك في الشاومي ميتين تي كاسر زيرو بسبع. والله انا رأيي بلاش على الموبال قديم وكان في مشاكل وما عجبنيش الموبال ده اول من زير. عايزة موبال في عدود من سبعة لتمانية يكون في مصر شبكة كويسة والكاميرا برضو واستخدام يوم كامل للشغل ليش للالعاب سامسونج ايه اربعة وعشرين هو افضل اختيار حاليا في الاداء وفي الكاميرا. سعر فون سامسونج يدرتا وعشرين واربعة وعشرين حاليا. سامسونج يدرتا وعشرين حاليا اقل حاجة فيه. بتبدأ من خمسة تسعمية موجودة على امازون. واربعة وعشرين اقل النسخة فيه بتبدأ برضو من حوالي ستة اربعمية او ستة خمسمية برضو نفس الحكاية موجود. وحتلقين موجود في المحلات كمان ارخص من نون ومن امازون. انا معي اتناشر الف اجيب ريجني نوت اليفن برو كلاس. بعشرة خمسمية مستعمل ولا اجيب سامسونج اربعة وعشرين جديد انا افضل. طيب وليه الحيرة دي ما تجيب سامسونج اربعة وثلاثين يعني احسن من الاتنين اصلا يعني مدام معك اتناشر الف جنيه. ما رأيك في اوبورينو فايف وسعره كان لو النسخة الفايف جي ممتاز لو في حاجة مسلا في سعر ستة ولا حاجة من استعمال لكن اكتر من كده الصراحة لا. لو صراحة انا قد من الجاهزين دهن ايه الافضل ريلمي جيكي ماستر و اوبورينو سكس فاير جي. كاداء ريلمي. كاميرات واعتمادية وكده نسنين وعا كزا. وخامات افخم او. صراحة الاختيار محير بين اللي اتنين. انا جبت موبايل سامسونج اربعة وشين من الغرداء بسبعة مية. لو نسخة ستة مية ثمانية وعشرين بسعرها ممتاز جدا جدا. نفسي ترد علي كرميني عن ريلمي جي تي نيو فايف وكيفية شراعهم نصين بامان. هتشتري من خلال علي اكس بريس. وموبايل ممتازة لتكلمت عنه وابلا كده هسيب لك اللينك هنا في الايفون. افضل موبايل للتصوير اللي قمناه على اليوتيوب فئة عشر تلاف جنيه. راي ايفون قديم. مستعمل هيكون افضل عشان تجربة تصوير الفيديو الممتازة. وكمان انه يجي ادعم افضل موبايل تحت اتنشر الف وخمسمية وبلاش شونج. سامسونج اي اربعة وثلاثين في المركز الاول. ثم سامسونج اي اتنين وخمسين في المركز التالت. ثم في المركز التالت. اخر سؤال معنا في الفيديو هلقدر اشتري ايفون في عشرين تلاتة وعشرين لان انا مقترب بينه وبين السامسونج ده اربعة وخمسين. تقدر لو انت عايز اداء ممتاز تصوير فيديو ده المهم. تصوير صور ممتازة. افضل تجربة في التعامل مع برامل السوشيال ميديا بدون اي مشاكل الايفون. اما لو انت بتدور على شاشة الوانها ممتازة والكلام ده كله بتدور على استخدال حعف وكذا هيكون السامسونج بالنسبة لك. بس الايفون مازال منافس شارس وقوي وانصح بجدا في عشرين تلاتة وعشرين. وبس كده 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 نقوم وصلنا لانتين الفيديو. اكيد لا تنسيش اللايك. تسبسكرايب وتفعل الجرس شانو وصل لك من الدايمة كل جديد. وكالعادة تصدرني الفيديو جديد. سلام.